في لواء القطران بمحافظة الكرك مركز صحي يخدم 20 ألف نسمة ويستقبل حالات الطريق الصحراوي ويوفر على الأهالي مجقة قطع 60 كم إلى مدينة الكرك لكنه مركز صحي لا يملك من اسمه إلا القليل حالة مركز صحي القطران الشامل في هذا التقرير على الطريق الدولي وفي بوابة الجنوب الأردني يقع مركز صحي القطران الذي يفترض أنه شامل بيد أنه لم يبقى من شموليته سوى هذه اليافطة المعلقة على بوابته فعلى الرغم من أنه يخدم أكثر من 20 ألف نسمة في لواء القطران ويستقبل جميع الحالات والحوادث الواقعة على طول امتداد الطريق الصحراوي إلا أنه يفتقر لكوادر الطبية المتخصصة التي وإن توفرت ستوفر على الأهالي مشقة الذهاب إلى مدينة الكرك لتلقي العلاج هذا بنا من فترة بسيطة وزير الصحة وعساس أن هذا مركز عساس تطويره لكن الأسف الشديد مركز صحي القطران مماخذ من المركز إلا اسمه شامل فقط لكن ما فيه أي خدمات لا لأهل اللواء ولا للحوادث التي تجعل على المركز يعني أي حاجة بيقع من منطقة الدام خلال منطقة الأبيض ألوحي سبي ينقلون للمركز صحي القطراني لكن الأسف عبارة عن تحميل وتنزيل فقط ولا مقدم أي شيء فالمركز هذا فيه نواقس طباء الاختصاص يعني ما فيه طبيب عظام فيه طبيب أطفال يأتي في سبع مرة واحد يزيل ليهم جاء يعني يقعد ساعتين ثلاثة وروح وضغط كان في المركز الصبع يعني لو حضرته كان فيه ضغط في المركز كبير يعني الناس الدكتور مش ملحق عليهم فأحنا نطالب فيه أطباء اختصاص مديرية صحة الكرك أقرت بالمشكلة وعيدة بالعمل على حلها اعتبارا من مطلع العام الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة واقع الحال عدم تقديم الخدمة الشاملة مواطنة بحاجة لخدمة شاملة لكن وجود النقص الحاد في أطباء الاختصاص على مستوى المملكي يعيق من تأمين أطباء الاختصاص لكن معالي الوزير الآن يعني سنسلنا حميدة على أساس تعيين أطباء وشراء الخدمات لأطباء الاختصاص وسنعمل جاهدين في مدير الشؤون الصحي لمحافظة تلك لتأمين مركز الصحي القطراني بكافة الاختصاصات نقص في الكوادر والمعدات والأدوية وضغط كبير إلى جانب ساعات انتظار طويلة هذه أبرز وجوه المعاناة في مركز صحي القطرانة بينما ينتظر السكان تحقيق أبسط مقاومات الرعاية الصحية التي أكدت الحكومة مرارا أنها على رأس أولوياتها محمد الكفاوين رؤيا